الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أسلم عمره 18 عاما حضر باعة العقبة الثانية أسلم معه مجموعة من فتيان المدينة كان منهم الصحابي الجليل معاذ ابن عمر ابن الجموح رضي الله عنهم وأرضاه كان عمر ابن الجموح سيدا من سادات بني سلمة في المدينة المنورة وكان قد اتخذ صنما يطهر ويطيب ويعظم ويصلي له اتفق الفتيان معاذ ابن جبل ومعاذ ابن عمر ابن الجموح على أن يأخذ هذا الصنم كل ليلة ويلقيناه في حفرة مليئة بالكاذورات كان حين يستيقظ عمر ابن الجموح يصيح بأعلى صوته ويلكم من قد عدى على آلهتنا هذه الليلة وتقرر هذا الموقف مرارا وتكرارا أحضر عمر ابن الجموح سيفه وذهب إلى التمثال وقال له إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا فإن كان فيك خير فامتنع ثم علق السيف على رقبة التمثال جاء الفتيان في الليل وكرر أن يربط التمثال بكلب ميت ثم ألقياه في حفرة فلما استيقظ عمر ابن الجموح ووجد هذا وقد صنع بالتمثال استحقره ثم هداه الله إلى الإسلام اسمحوا لي أكلم معاكم في نقطة مهمة جدا الشيطان تعهد بأن يغوي البشر بأي طريقة إن كان فإن لم يستطع بالطرق التقليدية ذهب إلى إله جديد يسمى هوى النفس قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وقال أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا وقال في كتابه الحكيم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق الله العظيم الكلام ده مهم يا ريت نركز فيه شوية الشيطان لما يكرر يسلك مع إنسان طريق هوى النفس بيبتدي في الموضوع بالتدريق خطوة خطوة step by step حديكم مثال وأكيد مرة علينا كلنا كتير جدا الإنسان الملتزم اللي بيصلي في المسجد وبيصوم رمضان يشاء الله سبحانه وتعالى إن الشيطان يضع في طريقه رفيق سوق رفيق السوق ده يسحبه من المسجد ويخليه صلي في البيت لفترة بعد كده يسحبه من الصلاة خالص ويخليه يشرب سجاير بعد فترة يخليه يشرب مخدرات بعد فترة يحتاج لفلوس ما يليش فلوس يأتي الأبوه أو أمه بعد فترة يتحكم عليه بالإعدام فيقرر أنه يني حياته وينتحر تخيل أنت هو النفس عمل فيك إيه؟ حديكم مثال تاني واحدة ترتدي الحجاب عن اقتناع وعن إيمان إن الحجاب فرد وطبعا هو الحجاب فرد مفيش كلام بعد شوية بتشوف في الإعلام برنامج بيتكلم عن حرية المرأة وإن المرأة يجب أن هي تخلع الحجاب تقتنع بالكلام فاتكرر أن هي تخلع الحجاب بعد شوية تنسح صديقاتها أن هم كمان يخلعوا الحجاب يستجيب خمسة من أصدقائها للموضوع ده ويخلعوا الحجاب بعد شوية تصبح شخصية مشهورة إعلامية فنانة تبتدت تنشر الفكر ده ما بين نساء المسلمين يقتنع بفكرها ملايين المسلمين وينزعوا الحجاب تخيلوا بداية الشخصية دي كانت فين وبقت فين دلوقتي والأصل اللي أنا عايز أقوله هنا أخي الفاضل أختي الفاضلة هو النفس بيجي خطوة خطوة الأول بيكون ذنب صغير فتصبح إنسان عاصي ثم ذنب أكبر فتصبح إنسان فاسق ثم شرك أصغر فتصبح مشرك شرك أصغر ثم شرك أكبر فتصبح مشرك بالكلية وتذهب إلى نار الجحيم إذا لم تتوب خلي بالك احترس من هوى النفس والآن مع حديث اليوم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمسة ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة لو في حد عنده كومنت أو سؤال ياريت يحطه تحت وياريت كمان كلنا نعمل شير للفيديو علشان تعوم الفئدة وياريت لو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر